في عقد ونصف نجحت السلطات الأمنية في إحباط أكثر من 300 عملية إرهابية في السعودية عمليات لم تقتصر على مدينة واحدة ولا فئة اجتماعية محددة ولا أبناء طائفة أو مذهب أهداف واسعة كانت في بنك داعش وقبله القاعدة وطوال تلك السنوات شهدت السعودية 88 عملية إرهابية شهدتها مدن عدة والحصيلة أكثر من 250 قتيلا ونحو 500 مصاب ما بين مواطن ومقيم الفترة ما بين عامي 2007 و2009 كانت الأهداء تراجعت فيها العمليات الإرهابية فلم تشهد سوى ثلاث عمليات تراجع تنظيم القاعدة وأطل تنظيم داعش وكل التنظيمين حملاء الأهداف ذاتها زعزعة الأمن في السعودية واستهداف المواطنين حيث وقعت عدة عمليات خلال السنوات الأخيرة كانت محصلتها استشهاد عدد من المواطنين السعوديين هذه العمليات شكلت جبهة شعبية داخلية تصدت لكل من يؤيد الإرهاب محمد اليوسي العربية